يعني عرفت مبارح انه عمل جلسات جلسات مع بير ستا ومع حسام حسن مع محمد شريف لعلاج العقم التهديفي وطلبهم بالتركيز الشديد في المباريات لان ده يعني مسألة صعبة يعني اهدر الفرص اللي عبه صايمة عن التهديف بقى لها مباراة طويلة تمام مباراة وتسع مباريات التلاتة صايمين بس حسام حسن ما خدش بياخد فرصة لكن بير ستا ومحمد ايه فعمل جلسات علن ده وهيبدأ من اليوم التدريب الاساسي تدريب تخصصي وده اتمنى انه يعمله تدريب تخصصي على مسألة يعني علاج اهدر الفرص علاج اهدر الفرص اتمنى كمان انه يعمل تدريب تخصصي للضربات السابتة في شكل للضربات السابتة في شكل بير سشوف نزيزو بيحطها بيعرف ازاي يسجل من لمسة واحد فمستر بيتسو موسيماني هيحاول يعالج العقم التهديف لكن عنده مشكلة كبيرة جدا وسط تسريبات خلي بالك من الي بقوله ده النادي الاهلي لم يعلن حتى الان اصابة عمر السلية ايه اصابة عمر السلية ايه لكن في كلام وتسريبات انه يغيب عن مباراة وفاقستي فالراجل اه يعني هيعمل ايه عنده حمد فتح مرهب وديانج مرهب والحتة دي ما في هاس اه اه بديل ليهم التلات يعني رغم انه محمود وتولي بيلعبها ومحمد محمود انت خرقته من حساباتك فالراجل بيفكر من يلعب في هذا المركز لان السلية احتمال في احتمال او همامات كده او تسريبات عن غيابه عن مباراة وفاقستي الجمعة المقبل باذن الله تعال فالراجل هيجرب من النهاردة في تدريب محمود متولي محمود متولي انه يلعب في وسط الملعب وقبل كده لعب في وسط الملعب وكان متقلق ومبدع لانك انت محتاج حد في هذا المركز المهم والحساس في وسط الملعب لان السلية ملوش بديل لكن ده شد في الخلفية وما اعلنوش تفاصيل ما اعلنوش تفاصيل في هذا الاطار فبالتالي ربنا يوفق بإذن الله ويشف عمر السلية حمد فتح عنده ارهق شديد كان فيه تفكير في انه هو يريح في مباراة بكرة والصعب انه يريح حمد فتح من الركاز الاساسية لكن اللي مش هيلعب المباراة ايضا غدا امام سيراميكا هو الكابتن احمد عبدالقادر والمباراة تقام في التسعة والنص بإذن الله تعالى بيتسو مسماني يركز في علاج العقم التهديفي لدى لاعبيه ومهاجمين على جانب اخر قلتلكم بارح ان النادي الاهلي سيتقدم ببلاغ ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالفعل اعلن محمد عثمان المشاري القانوني للنادي الاهلي عبر وسائل اعلام انه تقدم مساء امس ببلاغ عبر الواتس اب والبريد الالكتروني على مقطع الفيديو اللي عمله رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية او فور الاعلان عن حكم الحبس وقال في بلاغه الكلام ده اللي عملت به انفراد بلاحيان قال ورد في الفيديو موضوع الشكوى عبارات اعتبرها رئيس النادي الاهلي تمثل سبا وقصفا في حقه وتناول امور من شأنها التأثير في القضاء الذين ينطبهم الفصل في دعاوه قضائية ما زالت منظور امام المحاكم وتضمن بلاغ رئيس النادي الاهلي للنائب العام ان مقطع الفيديو موضوع الشكوى ينطبع على ايساءات لكابت المحمود الخطيب المجنى عليه في هذه القضايا وكذا التعدي على قضاة المحكمة بالاهانة بالقول والتهديد بسبب اداء واجبات ووظيفته مما يمس الجرائم السب والقصف وايهانة الهيئة القضائية والاخلال بمقام القضاء المصدر حكم حبسه وسيتم تقدم البلاغ النادي بالعام خلال ساعات عبر الواتس اياب والبريد الالكتون ده اللي احنا قلناه مبارح ويعني اكدنا عليه اعلنه ايضا كده مبارح كابتن محمود الخطيب عمل زيارة غالية لنادي الشمس النادي بتاعي اللي انا بحبه بحترمه بحترم اعضاء اهو مع الكابتن مع الدكتور قسامة بوزيد حاضر اهو دي عدو مجلس الادارة دعاء هشان بركات كريمة المرحوم ساتة مصار هشان بركات النائب العام السابق اه الساز محسن عبدالقادر ساتة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اهو اهو الصورة اهي اهي واضحة اهي الكل موجود فيها ماشي هنا هوت الاعدهية ده اه 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 عد مجلس النادي الشمس ساتة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي يعني اه والاستاذ محسن عبدالقادر استاذ احمد سمير والاستاذ اه 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 دعاء هشان بركات كانت زيارة جميلة جدا من الكابتن محمود الخطيب لنادي الشمس اه اه الخطيب بيحب الشمس وبيحب نادي الناصر كمان يعني نادي اللي هو طلع فيه اه وعملوا جولة في النادي رائعة جولة رائعة في النادي تفقت خلالها النادي وده بيأتي في اطار العلاقات الاخوية التي تربط الكابتن محمود الخطيب بكل الاندية اه المصرية اه هو حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة للغاية اه ماشي يبي واحد بيقول لي انت بتعاتب اه عتبت واي الجمعة على انتقاد المسلمين العتاب واي الجمعة ما جابش الظر العتاب في التوقيت ولو انت فاكر قلت الحديث بتاع سيدنا علي او قول سيدنا علي عفوا اللي هو ليس كلما يعرف يقال وليس كلما يقال انا اوان وليس كلما انا اوان وحضراء مش اي كلام يتقال في اي وقت اي وقت اي وقت اي وقت استاذ علي دربال اهلا بيك استاذ علي كل سنوات طيبين وارد على اسئلة حضراته الاهلي ليه ما ردش على كلام المريخ من الاول لانه كلام فارغ وتافي محدش يهتم بي دمتم في امان الله ويحفظكم رب العالمين سلام عليكم